السلام عليكم سنكمل جزء الخاص بالعمل شابتر الريسبيراتوري سيستم ونحن بصراحة محظوظين في الريسبيراتوري والرينال ويعني معظم الميديولات بصراحة انه انت ما بيبقاش عندك مشكلة زي ما بقول في انك تعرف الصورة دي ايه انما انت كل مشكلتك في البيانات اللي جوه الصورة وبين وبينك الموضوع ده مقدور عليه سهل انما انت تعرف من الاول خالص الصورة دي وتقولها بشكل غلط دي طبعا مصيبة لان بعد كده اي سؤال عنها خلاص كدر عاح بالنسبة لك طيب احنا عندنا هنا ثلاث سؤال في الجهاز التنفسي اول حاجة خالص طبعا التركية يعني سؤال لابد منه صورة بسيطة قوي وسهلة قوي وهو جابلك طبقات التركية طبعا عينك في اول حاجة خالص هتكون على التركية الكارتش الغضريف اللي موجودة في القصبة الهوائية بعرفها ازاي كلام ده انا قلته في ميديول الماسكولوسكليتال قبل كده في شابتر الكارتش الكارتش يا جماعة في اي مكان تحت الميكروسكوب بيتعرف ان نقط بنفسيجي غامق في ارضية بنفسيجي او نقط زرق زي ما حضرتك شايف كده في ارضية زرق المهم الارضية بنفسيجي او زرق ليه لان دايما من النظري كان يقولك ان الماتريكس بتاع الكارتش بيكون بيزوفيلك يبقى قدام حضرتك الارضية والبحر ده بيبقى لونه ازرق او بنفسيجي ليه عشان هو بيزوفيلك مش مجرب بس لون كده وخلاص والخلايا اللي فيه اللي هي خلايا الكارتش بيكون برضو غامقة زيه كده عشان هي كمان بيزوفيلك تمام لو نبصنا بصة كده سريعة ده تيبيكل المنظر بتاع الكارتش نقط بنفسيجي هي فارضية بنفسيجي ولو لاحظت كل نقطة من دول هي خلية اللي هي خلية الكوندروسايت فيقولك بقى ايه ان لو خدت بالك ان الكوندروسايت بتبقى موجود حواليها فراغ ابيض كده صغير الفراغ الابيض ده اللي هو كنا بنقول عليه لاكيونة كنا بنقول عليه ايه ها لاكيونة يبقى فراغ ابيض جوها لاكيونة ده اللي بنقول عليه الكوندروسايت يبقى اول حاجة هتلفت نظرك في شريحة التركية هي وجود الكارتش واللي بيبان كنقط بنفسيجي جوه بحر بنفسيجي او نقطة زرقه في بحر لونه ازرق زي كده يبقى ده تركية الكارتش وزي ما قلنا نوعه هايالاين كارتش مش الاستيك كارتش عشان لو سألك عليه هايالاين مش إلاستيك والخلية اللي بتكونه زي ما احنا عارفين ياولاد هي خلية الكندروسايد طيب طب بدام ده الكارترش تعال نجيبها بقى من فوق خالص أول طبقة هو نوع الإبسيليم بتاع الرسبيراتوري سيستي اسمه الرسبيراتوري إبسيليم أنا معاك وده من أنواع الإبسيليم اللي بيتسمى نسبة لمكانه بس نوعه إيه هو سودوستراتيفايد كولامنر إبسيليم وزجوب لتسيل طبعا فيه شريحة أنه هو ممكن يقرب لك قوي من النوع ده بس يا مش عليكو يعني هنا ممكن يجيبها في الامتحان بس يا سهلة يعني بتاعت سنة أولى أنه يقرب لك من النوع ده قوي فلو قرب لك منه قوي حضرتك هتلاحظ وجود حاجات بيضة كده في وسط الشريط اللي فوق ده اللي هي جوب لتسيل والخلايا سودوستراتيفايد فالخلايا زي ما انت شايف مترتبة في طبقتين طبقتين كده من الخلايا ومع ذلك هي تعتبر سيمبل إبسيليم هو كل موضوعين فيه خلايا جبيرة وخلايا صغيرة المهم لوش أقول لك ساهم من بره خالص كده هتقول له باشا ده الريسبيراتور إبسيليم اللي هو إيه السودوستراتيفايد كولامنر إبسيليم وزجوب لتسيل طيب تحت إيه إبسيليم فيه لامينابروبريا كنك تفتشه أهو ما ببقاش فيه حاجة تقريبا يعني والاتنين على بعض ده طبقة الميكوزة يبقى دي طبقة الكارتش ودي طبقة الميكوزة الغشاء المخاطي التركية بتتميز بحاجة مش موجودة غير في التركية والجي اي تي اللي هو إيه جاي الجي اي تي والتركية اللي اتنين بس هتسمع فيهم كلمة صاب ميكوزة صاب ميكوزة عادة كده انت مش هتسمعها تقريبا خالص فالصاب ميكوزة هنا اللي هي الطبقة اللي تحت الميكوزة او تحت الايبسيليا ملا منابروبريا هتلاقي طبقة الصاب ميكوزة جاي معاك هنا كده اللي هي كل الطبقة دي الصاب ميكوزة ياولاد على فكرة هو كنك تفتشه المميز فيه ايه بقى؟ شايف انت الحاجات اللي انا ماشي عليها دي دي كده دي جيلاند جيلاند موجودة في التركية هي مبدئيا سيرو ميوكاس بس اللي انا مشاور عليها دي اكملناها فتحة زي ما انت شايف فهي مخاطية ميوكاس جيلاند تمام؟ طفني السيروس السيروس بتكون بيزوفيلك زي دي كده سيروس جيلاند ودي ممكن تبقى سيروس ودي سيروس جيلاند يبقى لو شاور لك على الطبقة دي عبعضها تقوله باشا دي الصاب ميكوزة كونتين التركية الجيلاند شاور لك بقى جواه زي ما هنشوف حالا لو حاجة فتحة زي كده تبقى مخاط والمخاط بيدوب مع الحرارة ولو حاجة غمقى زي مثلا حاجة زي دي كده هتقول عليها ايه سيروس جيلاند طيب بص بقى اللي بعدها في المنتهى السهولة من فوق او مش من فوق يعني من ناحية اليومين ده سبيراتوري إبيسيليام حاجة محترمة هي اللي هو سودو ستراتيفايد إبيسيليام وجوبلة سيل ليه باشا مش شايف الجوبلة سيل لان حضرارك بعيد شوية عن الإبيسيليام تحتي طبقة اللامنا بروبريا مفيهاش كلام بعد كده ياولاد هتلاقي الطبقة بتاعة الصب ميكوزة اهي اللي انا ماشي جواه دي اللي هي الطبقة دي بتاعة الصب ميكوزة بعرفها ازاي حلوين هي اللي فيها الجيلاند هنا بقى المنظر ده معظم الجيلاند زي ما انت شايف غالب عليها الأزرق الغامق يبقى دي سيروس افتكر معايا الجيلاند المخاطية بتكون باهتة الجيلاند المائية السيروس بتكون أزرق غامق لأنها بيزوفيليك فدي سيروس جيلاند دي سيروس جيلاند ودي سيروس جيلاند ودي اللامنا بروبريا طبعا ده النقطة البنفسجي في الأرضية بنفسجي وبيكون فيه كوندروسية الخلاية دي جواكيونة وخلي بالك انت لو ركزت ممكن تلاقي نقطتين جواه نفس الفراغ الأبيض زي دي كده فبنقول عليها سيل نست طيب بره خالص ده البريكوندريام طب انا اقول لك بقى على حاجة ايه رأيك ان لو شاور لك على ساهم في الحتة دي كده فده برضو بريكوندريام يعني في عينة الكارتريج البريكوندريام بيكون موجود برا وموجود جوا يعني موجود في الاتنين هنا وهنا البريكوندريام واخد المكان كله تمام طيب بص كده على حاجة زي دي هنا مش باين البريكوندريام اللي برا بس باين اللي جوا خلي بالك هنا عمل لك ايه طبقة بريكوندريام هي ما بانيتش اللي تحت هنا في حين انه في الشريحة اللي قبلها جاب لك اللي تحت وما جاب لكش اللي فوق انا بقى بقول لحضرتك ان فيه طبقة فوق هنا وفيه طبقة هنا يعني الكارتريج من الناحيتين بيكون حواليه بريكوندريام طيب طبعا بقيت بيانات الرسمة سهلة بقى برضو هنا الرسبيراتوريبيسيليام اللامينابروبريا اللي اتنم مع بعض بقول عليهم ميكوزة ادي الصاب ميكوزة طبقة مميزة وهنا الاول مرة او ايه تشوفنا الصورة دي تقريبا من شوية يجتمع فيها الايه دي كده الميوكاس جيلاند زي ما قلنا بتكون بهتة السيرس بتكون حتة زي دي كده واضحة او ودي الخلاقة زي ما انت شايف طيب ننزل تحت شوية في الجهاز التنفسي هنخش على البرونكاس البرونكاس لازال نفسي نوع الايبيسيليام موجود يمكن هنا على فكرة الجوبلة سيل ربما تكون واضحة عن الصورة اللي فاتت هتلاحظ ان فيه نوقة بيضة جوه الشريط بتاع الايبيسيليام النقطة البيضة دي هي جوبلة سيل وحتى كتبها لك سودو ستراتيفايد كولامنر ايبيسيليام وجوبلة سيل بيتبقى موجودة يبقى هتلاقي هنا فيه نوقة بيضة يمكن احاول كده ايه اكبرها لكم شوية نشوف اه ايه كده الصورة ايه كبرت قوي ايوان 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 بس كده انا كده قربت قوي من الايبيسيليام فين بقى النوقة البيضة اللي حدك بتقول عليها النوقة دي دي كده جوبلة سيل ودي جوبلة ودي جوبلة 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 دي جوبلة دي جوبلة دي واضحة قوي يعني حتى ده البيز بتاع الخلية وتحت كده طلعة كده اهو دي جوبلة سيل اللي كنت بقولك عليها تمام اللي هي النوقة البيضة موجودة جوه الشريب بتاع الايه بتاع الايبسيلي طيب طب برضو سؤالة دكتور واحداك عرفت منين ان دي ان دي برونكاي مش تركية فين الكارتريش هنا نقط بنفسيجي في ارضية بنفسيجي هو ده اهو ده وده كارتريش وده كارتريش اهو كارتريش بص كاتب ايه كارتريش بليت لو الكارتريش ده كان متصل مع ده كان متصل مع ده كلهم في حلقة واحدة سي شيب ده كده كنا قلنا عليهه تركية انما من مميزات البرونكاي ان الكارتريش بيتحول الى قطع من الكارتريش او بليت بليت دي الوحدها هي اللي تخليني اعرف ان دي برونكاي مش تركية كارتريش بليت طيب هنا في سموس مصل موجودة في اللامنا بروبريا الميكوزة الجيلاند لو واضحة هيشاور لك عليها ويقول لك سيرس جيلاند لو مش واضحة هي ايه هيطنشها خالص حاول كده نشوفها اه 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 دي كده سيرس ويعني بص وكاتب هنا ساب ميكوزل مش باينة بصراحة اذا كانت سيرس او ميوكاس هو لك ساب ميكوزل او تركية الجيلاند طبعا زي ما احنا عارفين لو كانت ميوكاس ستبقى غامقة لو سيرس ستبقى ايه تبقى فتحة سموس مصل يمكن ده الباني الجديد يعني عندنا سموس مصل بتبقى موجودة تحت هنا على طول يعني اخدين بالكوا يا سبايرل على فكرة من النظر بيكون سبايرل اسموس مصل طيب مصل باندل بتوين الميكوزة اند الكارتريش بليت يعني يقول عليها في طبقة الساب ميكوزة موجودة يعني طيب ده بالنسبة ليه العينة التالتة طيب العينة العينة التالتة عينة سهلة بصراحة وجميلة جدا صغر بس سولة شوية اه انت هنا بقى دخلت جوه ماشاء الله حتة بيضة كور بشبكة بيضة دي الالفيولاي حضرتك معروف حتى في تعرفها انها ايرس بيس ايرس بيس بلالين هوى فراغات هوى والقول بتاعها على دفيولاي حلوب عشان تعمل جهاز اكشدそうãosعنى is blaire فسيره بسبب الالفيولاي حلوب عشان تعمل جهاز اكشدشينج فده كله عبارة عن الفيولاي الفيولاي طب دي ايه دي ايه ما لا يمكن ده يكون ده سيمبالس كوماس اباصيليا ده تخين قوي وبعدين الول كده متعرج ده وهي بنقول عليها برونكيول والبرونكيول برضو ممكن تلاقي حاجة زي كده الولتخيم بس مش متعرك بالمنظر ده يبقى دي بلوت فيسل طبعا لازم بلوت فيسل حوالي الالفيوله عشان يحصل جاز اكس تشينج انه يشاور لك بقى على حاجة ويقول لك سموس مصل يا بني وبينك صعبة شوية يعني البيان ده صعب سيحنا ممكن ناخدها كده بالتقريب يعني هو لو قال لك دي ايه والسهم كان طالع من مصاها تقول له برونكيول دي ايه بلوت فيسل شاور لك على الول وقال لك حاجة جوه الول انت ما عندك شين غير الاسموس مصل وده بيبان في الناس اللي عندهم يا ولاد حساسية او يقول لك ازمة دي في التنفس وعنده مش عارف ايه في الشعب الهوائية ان الاسموس مصل دي بيحصل فيها كونتراكشن فببص تلاقي الشخص ده صدره بيزيق وتعبان وكده يعني يبقى الشريحة سهلة ما فاشل لعينتين تلاتة او كلهم دي الالفيولاي كلها اللي في النص الكورة دي البرونكيول تمام حواليها البلوت فيسل والول بتاعها في اسموس مصل طيب برضو منظر بس هنا الدنيا كبيرة شوية الالفيولاي الاول هي مثلا حاجات زي كده دي الفيولاي زي الفول طيب دي كده انبوبة طويلة وتفرعت الانبوبة الطويلة دي خليك معايا واحدة واحدة الترمينال برونكيول كبيرة دي هل في الفيولاي فتحت في الول ده يعني في الفيولاي فتحت هنا او هنا لا يبقى اللي عليها الترمينال طيب الترمينال دي مشيت كده ومشيت كده بس انا ملاحظ انها لما مشيت كده ومشيت كده حصل ايه ابتدت تفتح فيها الفيولاي وبدام في الفيولاي فتحت في البرونكيول هيتحول اسمها من ترمينال للرسبيراتور برونكيول تمام يبقى ازاي نفرق ما بين الترمينال والبرونكيول والرسبيراتور برونكيول بالالفيولاي دي مفهاش الفيولاي بتفتح فيها انما هنا في الفيولاي بتفتح في الونا الترمينال برونكيول الترمينال برونكيول بعد فترة بيبقى اسمها الفيولار داكت قناة الالفيولاي هنا مثلا تمام هنا ترمينال برونكيول وممكن في الاخر بتبقى الفيولار داكت قناة الالفيولاي طيب ودي الالفيولاي زي ما احنا قلنا طيب بص على حتة زي دي جميلة جدا او زي دي على فكرة برضو من حتة الحلوة ادي الفيولاي اتنين تلاتة اربعة بيفتحوا في نفس المكان يبقى ده كيس من الحويصلات الفيولارسيك ده كمان ممكن يكون الفيولارسيك يبقى بيناتنا ماشي بشكل تدريجي تيرمال البرونكيول رسبيراتور برونكيول وبعد كده الفيولار داكت وفي الاخر خالص الفيولارسيك وده اخر حتة في الجهاز التنفسي هنا برضه انت ماشي كالقاتي ده برونكيولة هي مفيش الفيولاي بتفتح تيرمال البرونكيول دخلت هنا وهنا لقيت فيه الفيولاي اهي دي ودي يبقى دي كده بقى اسمها رسبيراتور برونكيول رسبيراتور برونكيول شوية كمان بعد رسبيراتور برونكيول دخلت في مرحلة ادق اسمها الفيولار داكت قناة الالفيولاي ما بقاش فيه وول اصلا بقيت كلها الفيولاي جنب بعضها وفي الاخر خالص الفيولارسيك مجموعة من الفيولاي بيفتحه جوه سبيس يبا دي نفسي ترتيب النظر بالزبط او لا تيرمينال برونكيول رسبيراتور برونكيول الفيولار داكتا الفيولار سيك يعني عينة جميلة وفي منتاز سهولة منظر الفيولاي هي تمام دي الفيولاي هنا كده تمام ده طبعا دي بنقول عليها الفيولار سيك لان ادي واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة الفيولاي في نفس المكان يبدأ على بعضه اسمه الفيولار سيك تمام ودي وحدة الفيولاي ماشي ده الحاجز اللي بين الالفيولاي وبعضها سهلة جد تمام طيب عينة زي دي يا ولاد هي الخلية الوحيدة اللي عليها الايمة اللي موجودة في الليلة دي كلها وما هياش سكويمس ما هياش ايه اسكويمس دي مش شكل خلاها سكويمس فدي نقول عليها ايه طيب تو نيموسايد مش طيب وان طيب تو نيموسايد زي ما انت شايف هي الخلية الوحيدة اللي عليك فانت مش هتتلخبط فيها ومجاية اي ام مفيش خلية تانية اي ام غير دي طيب دي النواة بتاعتها دي حدود النواة اهي نيوكراس بتاعتها ماشاء الله كبيرة الخلية مش سكويمس فطيب تو اهم وظيفة لطيب تو طبعا طيب وان ممكن تكون هي اللي جنبها دي كده بتعمل جهاز اكس اتشينج الطبقية يبقى دي لاميلر بادي ودي نيوكلياس والخلية على بعضها طيب تو نيموسايد تمام؟ حلوة يبقى ده كده اولاد الفيديو بتاعنا بتاع عملي الريسبيلاتوري سيستم زي ما تعودنا بتاخد الكم معلومة دول تخش على النت بتاعك تشوف جوجل تكتب كل اللي انت عايزه كل العنوين تركيا هستولوجي برونكيول او برونكاي هستولوجي الفيولاي هستولوجي تكتب طيب تو نيموسايد اي ام هتشوف مئة الف صورة اكيد هيجوا منهم ان شاء الله في الامتحان اتمنى تكون حصة سهلة وربنا يوفاكوا باذن الله